السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التحالف التي يسقط العدالة والتنمية في الدار البيضة كاد أن ينجح حزب العدالة والتنمية في الضفر بثلاثة مناصب لنواب الرئيس بمقاطعة عين الشق بالدار البيضة بعد أن تمكن من عقد تحالف مؤقت مع الممثلين المحليين لحزبي البام والاستقلال من أجل تكوين المكتب المسير لأكبر مقاطعة بالدار البيضة من حيث المساحة وسارع عبد الرحيم بن ضوء الأمين العام الجهوي لحزب الأصلة والمعاصرة بجهة الدار البيضة إلى إلغاء الاتفاق التلاتي الذي يجمع البام والاستقلال بالعدالة والتنمية على مستوى مقاطعة عين الشق معتبرا أن التحالف مع حزب المصباح خط أحمر الأمين العام الجهوي للبام في تصريح لهسبريس قال بأن الاتفاق التلاتي ألغي لأنه لا يتماشى مع الاتفاق الذي أبرمته قيادات الأحزاب الأولى في البرلمان على الصعيد الوطني وينص على ضرورة التحالف بين البام والأحرار والاستقلال في المجالس الجهوية وقال مسؤول المحلي من حزب التجمع الوطني للأحرار إن مسألة عودة حزب العدالة والتنمية إلى المكتب المسير لمقاطعة عين الشق غير والدة بالمرة معتبرا أن حزب المصباح كان وراء تسجيل تأخر كبير في العديد من المشاريع التي أشرف عليها طوال السنوات الخمس الماضية بالمقاطعة التي تعتبر أكبر مقاطعة في مدينة الدار البيضاء من حيث المساحة اشتركوا في القناة